ثانية بتقول أنا عندي مشاكل بيني وبين زوجتي ورفعت قضية ببطلان الزواج ببطلان زواج إنها عزراء يعني هو كاتب كده ومع العلم إنه كان فيه علاقة واستمرت قبل يوم المشكلة اللي حصلت بيني وبينها وأنا رحت الطب الشرعي وطلبت الكشف عليها والدتها هي اللي مسيطرة على أفكارها من بداية زواجنا واكتشفت إن والدتها بتعمل أعمال وبتروح عند دجالين إيه الحل بس هيا رسالة يعني هي بتقول إنها لا تزال عزراء آه هو اللي بيقول هو اللي بيقول إن هي رفعت قضية ببطلان الزواج على إنها عزراء ما يعني هي اللي بتقول إنها عزراء طب الكشف اللي بعتوه قال إنها عزراء ولا لا مش كاتب هو بيقول إنه هو بيقول إنه كان فيه علاقة واستمرت بيني وما بينها قبل يوم المشكلة اللي حصلت إزاي هترفع قضية إنها عزراء وكلا فيه علاقة إزاي دي تحصل يعني ده قالب بها يحاولوها الطب الشرعي هيقول لها مش عزراء سقطة القضية على طول أما حكاية الأعمال دي أحياناً واحد يتوهم بعض أمور بتحصل لكن إيه الدليل إنه فيه أعمال لازم يقول حصل كذا 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 والدليل كذا 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 وعلى كل إنه هو يقدر يتصل بينا ونقعد ونقعد معه ونقعد مع زوجته ونشوف الأمور مش هزاي أو الأول المجلس الكريريكي في المنطقة بتاعته يدرس الموضوع ويخترونا أو إذا كان هو عاوز يقعد أهلاً بيه نقعد معه ما فيش مشكلة دكتور جوزيف موضوع البطلان يمكن ناس كتير بتتلخبط فيه البطلان إمتى أقول إن أنا ممكن ألجأ للمحكمة عشان أخد حكم البطلان البطلان له حالات معينة لو مسكنا الحالة دي هو اللي بقدم الرسالة للزوج لما يجي الزوج ويقول أنا رفعت إنها هي عزراء واضح اختلت عليه الأمر عايز يقول إن أنا تزوجتها ومالقيتها عزراء فرفعت دعوة بطلان ده الحل الوحيد ومش مفهومة بصراحة ده الحل الوحيد اللي بقاله إن الزوج يرفع دعوة بطلان ضد زوجته إن هي لما جيه بعد الجواز لقاها إن هي مش عزراء أو هي اللي رفعت دعوة بالبطلان لأنها ما زالت عزراء برضو ده يتعارض مع الجزئية اللي هو بيقولها إن كان فيه معاشرة حتى قبل الانفصال على طول عايز أوضح له إن الجزئية دي لأن الجزئية دي حساسة في القانون اختصها بنص مادة محدد وموعيد على سبيل الحصر موعيد إجرائية إن الغش في غشاء البقارة ليه ستة شهر فقط وستة شهر دول مش محصورين ستة شهر مع الأخذ في الاعتبار إن هو لو لقاها إن هي فقدة عزريتها وارتضى وتمن معها المعاشرة مع علمه إن هي فقدة عزريتها بيسقط حق الزوج بالبطلان الزوج فواضح كده هو إنه هو اختلط عليه الأمر وقبل الأمر واستمرت المعاشرة فبيسقط حقه في دعوة البطلان دي لأن القانون إدها ستة شهر فهو لازم يحترم ستة شهر ولازم إن هو أول ما يلاقي الموضوع فيه غش يمتنع عن استمرار العلاقة الزوجية ويلجأ مباشرة إلى قادي الحوارة الشخصية طالبا ببطلان عقد الزوج عشان كده دايما بنقول لحضراتكم ياريت تسيبوا في الرسالة رقم تليفون علشان لو الرسالة فيها معلومة مش واضحة نقدر نتواصل مع حضراتكم ونفهم أكتر عشان تاخدوا إجابة مصبوطة وصحيحة فبتمنى من أي حد باعتلنا رسالة يكون رقم التليفون مكتوب ويكون كمان اسم المحافظة مكتوب في الرسالة